سيد ميشيل إشحادة يبقى معي كنا نشاهد وما زلنا هذه صور مباشرة من قطاع غزة سنستطلع من مراسلنا أحمد غانم ما الذي نراه في الصورة الآن ونحن نعلم بأن الغارات لم تتوقف على المنازل السكنية والأبراج السكنية في غزة نعم ما تشاهده هو ضباب كثيف ليس ضبابا طبيعيا وإنما ضباب ناجم عن شدة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ ساعات منذ ساعات الفجر بعد أن كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمنازل مدنية في معظم مناطق قطاع غزة القصف الإسرائيلي ما يزال متواصلا فعلا وقد أغارت الطائرات الحربية على منازل خمسة من قادة حركة حماس وهم كمال أبو عون وعصام الدعليس وأبو معاذ السراج ونزار عوض الله وأيضا دمرت الآن قصف الآن الآن استهداف برج الكحلوت في العكلوك عفوا استهداف برج العكلوك في منطقة حي النصر في مدينة غزة إذن الطائرات الحربية الإسرائيلية تغير الآن على برج العكلوك في مدينة غزة وبذلك يصبح هذا البرج بعد ساعة من استهداف برج وطن تستهدف إسرائيل مجددا هذا البرج إذن هو برج سكني وسطحي سكني فيه عشرات الوحدات السكنية أخلي من ساكنيه قبل حوالي ربع ساعة من الآن والآن الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت عليه كما تابعتم في الصورة نحن بالكاد نشاهد الدخان المنبعث من الصواريخ نظرا لحجم الضباب الكثيف الذي يغطي معظم الأجواء الشمالية والشرقية والجنوبية لمدينة غزة ربما مع بزوغ الشمس بشكل أفضل يمكن أن نلحظ أو تتضح الصورة بشكل أفضل لكن الآن سحب الدخان المنبعث عن أن قصف هذا المبنى تتضح شيئا فشيئا كنت أقول بأن الطائرات الحربية قصفت خمسة منازل لقيادات في حركة حماس من بينهم الدكتور منزل الدكتور محمود طبعا محمود الزهار